اللي بيحصل هو عيب اللي بيحصل هو انتقاص وتعدي على السيادة المصرية اللي بيحصل ان انت سايب اتنين مليون فلسطيني بيبادوا جنبك وانت مش قادر تاخد قرار انك تدخل المساعدات هيحصل ايه لو السيسي خدت قرار بادخال المساعدات هل تجرؤ اسرائيل على قصف المساعدات؟ قصف المساعدات معناها مواجهة مباشرة مع مصر لا اعتقد ان السيسي واسرائيل على خلاف اصلا يعني مش لا اعتقد انا على يقين ان هم مش على خلاف الجماعة هم حلفاء يعني الاقوى في المنطقة في العشر سنوات الماضية وبالتالي فكرة انه هو يدخل المساعدات فهم ما يقصفوها ما اعتقدش ان ده هيحصل فالموضوع محتاج قرار يعني جميل التصرحات اللي انت خدتها كويسة جدا لكن القصة محتاجة قرار الفكرة في ايه؟ انه العالم كله بدأ يضغط على مصر في قصة فتح المعبر في حاجتين عشان يدخلوا المساعدات وعشان يستقبلوا الفلسطينيين الجاية لان ايشها مع ضفنا مهند صبري لكن الايكونوميست على سبيل المثال النهاردة الصبح وده تقريرها التالت في 24 ساعة عن نفس الموضوع الايكونوميست قالت ايه؟ لانقاذ حياة الفلسطينيين في غزة افتحوا المعبر الى مصر بيتكلم على انه لازم الناس تروح نحية مصر وانه الكلام ده ما ينفعش يفضل بالشكل ده وان اسرائيل لازم تفتح المعبر بشكل مباشر طيب الضغط في قصة افتحوا المعبر عشان مصر افتحوا المعبر عشان مصر تستقبل الفلسطينيين الحقيقة ده ينقلنا للفاينانشل تايمز قالته النهاردة الصبح برضو في تقرير مهم وده الحقيقة دبيت اللي شغال في الكام ساعة اللي فاته وهو فكرة هل مصر هتاخد هتفتح سينة للفلسطينيين ولا لا خليني اقرأ لحضراتكو قبل تقرير فينانشل تايمز تصريحات لابجدور ليبرمان وهو رئيس حزب اسرائيل بيتينو بيقول من شوية يمكن اقامة مدينة لاجئين في المناطق الخالية في سيناء ومد اهالي غزة هناك بالمساعدات الانسانية التي يريدونها دي القصة اللي كل بيضغط فيها الولايات المتحدة بتضغط على السيسي فيها اسرائيل بتتكلم على السيسي فيها انا هتعامل بظاهر الامر يعني ايه يعني انا مش هقولك انه في 2014 الاذاعة الاسرائيلية قالت ان السيسي وافع على خطة واقتراح اسرائيلي بانه يعمل ارض منطقة عزلة في سيناء وبعدها بدأ عمليات التهجيد بتاعت اهل رفع مش هقولك كده ومش هقولك ان السيسي تكلم على صفقة القرن مع ترامب لما قال له جزمتك حلوة برضو مش هقولك كده خالص انا اسيب حضرتك انت يعني تربط الكلام ده ببعض بس انا اقولك الظاهر ان الرئيس المصري بيقول لا على جسيتي ازاي تفريغ الارض الفلسطينية من اهلها ده تفريغ للقضية الفلسطينية وهذا هو الموقف الراسخ واجتمع مع الامن القومي واجتمع مع الجيش واجتمع مع الدنيا كلها وقال على جسيتنا جماعة الكلام ده مش هيحصل بيؤكد هذا الامر اللي فنانشل تايمز نشرته النهاردة الصبح واللي بتنقل فيه على اللي سام مسئول مصري في حديثه مع مسئول اوروبي نشوف الصورة هتطلع قدام حضراتكو انه يا جماعة الخير انتو عايزين ان احنا ناخد مليون واحد في ارضنا وماله هنستقبل المليون واحد وبعدين هنبعته لكو اوروبا لان انتو ناس بتحترموا حقوق الانسان وناس كويسين قوي فاخدوهم عندكو ومصر غاضبة جدا ايه ملخص اللي فنانشل تايمز قالته في التقرير ده بتتكلم انه القاهرة يعني فيه قلق كبير في القاهرة من طول امد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة وانه فيه ضغوط هائلة بتمارس على مصر دلوقتي عشان يجبروها انها تقبل تدفق اللاجئين مصر هتسلم المساعدات لغزة يعني هتفتح المعبر المساعدات هتدخل لكن هتقاوم اي ضغط لتهجير الفلسطينيين وانه اسرائيل امرت نصف السكان بالتحرك جنوبا يعني باتجاه معبر رفح ومن المتوقع ان اسرائيل هتعمل تواغل بري ايضا وبعدين بينقله على لسان المسؤول المصري للمسؤول الاوروبي انتو عايزين ناخد مليون شخص عندنا اوكي احنا موافقين بس هنبعتهلكو اوروبا لان انتو ناس بتوحهو انسان فاستقبلوهم انتو لان المصريين غاضبين جدا جدا من الضغوط لاستقبال اللاجئين